سوف نرى تحديدات الجديدة من فوتوشوف 2022 شركة اضوبي كل عام تصدر البروغرام اليوم اخرجتنا النسخة الجديدة من فوتوشوف 2022 انطر السلام عليكم ورحمة الله واصديقاء مرحبا بكم فيديو جيد معكم احمد شلباط مرحبا بكم في القناة التحديد الاول هو تحديد العناصر الموجودة في الصورة سوف نحدد اي عناصر موجودة في الصورة بطريقة سهلة نرى كيف فاش مثلا أصدقاء قد نحط في حلقة أول شيء ندعها هي نقوم بإخطارها ونبركعها ونختارها الأولى لها من أجل تختارها الأولى لها نأتي هنا بقاير لنا هنا يقلبون على الضوء الذي يتصورنا من بعد ما سنقوم بإخطاره المهم الأصدقاء هذا هو إخطاره المهم هو أن يصل لنا لإخطار الضوء الذي يتصورنا هذا هو ستيلو و هذا الدفتر هذا هو هذا هذا هنا المهم هو أن يقوم بإخطار الضوء الذي يتصورنا مقص تليفون ستيلويت المهمة هي الطريقة التي تريد أن نختاره مثلا هذا المقص هو الذي يريد أن نختاره سوف نقوم بإخطار الضغطة واحدة فقط وهو نختاره نرى بحالة نرى مثال أخرى لكي نفهم أكثر مثلا أصدقاء أصدقاء هذه الصورة المهمة هي تقوم بإخطار الضوء سوف نختار الضوء الضوء مولا أن نختارذ أول تقوم بإخطار الضوء التي gradят لنا على عدد إخطار الضوء و تقوم بإخطارنا هذه الطابلة indispensable ممتعة الأصدقاء هذا fue z-ny Power تقوم بإخطار هذه المهمة وتضي輸 tér ur치는 تقوم بإخطار أياء جميع على消 sich هنا خطأ الضوء هذا الطابلت هذا الحديث الأول من الأصدقاء الثالث الجديد هو هارمونيزيشن هارمونيزيشن هو الماتش الكالوري يعني أي صور ربعتنا لدينا ماتش مع صورتين وهذه الطريقة بشكل مختلف ليس كيف ما رأيته في الفيديو الأول وهذه الطريقة بشكل احسير فيكتر يعني بدك الاصطناعي تطور لذلك خيالي الأصدقاء سوف نأتي ونأخذها مثلا أنا أصدقاء سأختار هذه الصورت سأخذها سأخذها المهم الأصدقاء سأخذها سأخذها هذه الصورة خرجت للمية خلفية لدينا صورة الشخص بحده سننجوه سنبركو عليها ونجوه الفيلتر ونجوه الـ Neural Filter مهم الأصدقاء يجوه الـ Neural Filter سنجوه الـ Harmonization وسنختارها ونجوه ونجوه ونختاره سنختاره الـ Background الذي يريد من الألوان المهم هذا الـ Background هذي في الألوان سنختارها مهم الأصدقاء وكثير الـ Processing مهم الأصدقاء سهل الـ Processing وهي هذه الصورة كثم صارحة الاحترافية ونقدرون قدرون فيها شحاشة مثلا نقدرون نضيفه في Strong نقدرون نقطه من قليل نقدرون نضيفه بحاله في Brightness نقدرون نضيفه بحالك النتيجة الأصدقاء كيفما تشاهد مع الأصدقاء هذه النتيجتين يعني تصور كيفين مدموجين مع بعضيتهم في أقل من 30 ثانية هكيف كانت الطورة هكيف شولات الطور هكيف شكلت هكيف شولات كيفما تشاهد مع الأصدقاء صراحة الدكال الاصطناعي سوف نضيفه التحديد الثالث هو لاندسكايف ميكسر كيف هي لاندسكايف ميكسر يمكن أن تدليل الفصل يعني لدينا صورة فيها فصل الربيع ونقدرون فصل الصيف بشكل رائع مثلا الأصدقاء تدليل كيفما تشاهد فيها تلج لاندسكايف ميكسر ترى طور الأصدقاء كيف كانت هناك تدليل التحديد أقل على طور الأصدقاء كيف كان ترى طريقة خرافية ممكن أن تدعم أي ديزاينر أو أي مصاميم يستطيع الوصول إلى هذا النديج كيف يوصل إلى ذلك ذكا الإصطناعي صراحة شيء جديد وهذا الخدم الصارحة تحتاج كثير من الوقت ترى كيف كانت الأصدقاء ترى كيف كانت ترى كيف كانت مثلا الأصدقاء سوف نختاره أخرى سوف نختاره وفصل آخر سوف نختاره ثم سوف نختار فصل سوف نرى كيف سوف يخرج معنا سوف نختاره فصل تلج هو هذا سوف نختاره هو الوصول كيف ترى أصدقاء النتجة صارحة نتجة مرعبة ترى كيف تشمل ترى هذا المطلع ترى أن ترى كيف ترى البحر سوف نختاره وفصل على أصدقاء المهم الأصدقاء سوف نقوم برابعة وهو تحديث الرابع ونقدر بها أدنى صورة سوف نقوم بإمكانها ونختاره ونقوم بإمكانها ونقوم بإمكانها مهم الأصدقاء سوف نتلاحظ كيف كانت مجرد ترى الأصدقاء ونقوم بإمكانها سوف نقوم بإمكانها كيف كانت الألوانية تباتين وأيضا تطلق مثل سوف ترى الألوان سوف نرى كيف كانت سوف نقوم بإمكانها يوجد الكثير من المناسب لأن المستقبل المصممين في خطر تختلف مع هذا الموضوع هذه الأدوات التي ترى فوتوشوب فقط يبقى أدوات يساعدون لأن الكمبيوتر دائماً سيبقى يفتقد للمسة الإبداعية للإنسان دعيني رأيك في التعليقات، رأيك الصراح مهم، دعيني في التعليقات لا تنسوا أن تضغطي الأستغرام وهذا دعيني أشياء لايك، كما قلت لكم، دعيني في وجهة النظر كان معكم أحمد صلبات، السلام عليكم